هل جرى اختيال الرئيس الايراني رئيسي؟ الجواب نعم مثلما اختيل اشرات قبله ودون ان يجري اي لقاب لمن فعل هذا كل ما في الامر ان هذه الطريقة مختلفة الاخطر ليس هنا بل في نقاط كثيرة اخرى تترتب على هذا اولا ان ايران لا تستطيع الاعلان عن هذا حتى لو حصل فعلا والثاني اخطر بكثير وهي انها فشلت في تحقيق اي ردع لاعدائها بل انها وقعت في شر اختياراتها وشر عقيدتها ايا كان رأينا فيها والثالث ان هذا الفشل فضح حقيقة دولنا الهشة وهي اننا شعوب كلامية او ان العرب والمسلمين ظاهرة بلاغية وليس ظاهرة صوتية فقط واننا شعوب ميليشاوية في الجوهر لا تستطيع ان تبني دولا حقيقية والرابع ان السبب ليس في قوة العدو الاسرائيلي او الامريكي او انما في مفهوم المقاومة والجهاد نفسه ويصب السبب في صلب عقائدنا الدينية والثورية تحية طيب اصدقائي معكم منصور ناصر وحلقة جديدة من قضية وحوار في هذا الحلقة سأتناول الموضوع اراه خطيرا جدا يتعلق بمفهوم المقاومة والممانعة وما شابهها من مفاهيم ملأت احداث او غطت احداث او وصفت احداث كثيرة قمنا بها على مدى قرن كامل هذه المفاهيم هي مفاهيم تحتاج الى عادة نظر وليس عادة نظر في هذه المفاهيم نفسها انما في الاوضاع التي خلقتها والافكار ومنظومات ذهنية التي نعمل تعمل على اساسها عقولنا ويعمل على اساسها وعينا الجمعي والذي هو حصيلة تجاربنا عبر زمن طويل بالتالي فانا ما ساقوله اعتقد هو مهم جدا يتعلق بمسألة المقاومة والممانعة وهذه الابارات ايضا مثل النظال والكفاح وما شابه والدفاع عن القومية وعن الهوية هذه المفاهيم بيأكملها التحتاج الى عادة نظر وهي التي شكلت وعينا وشكلت رجود افعالنا وشكلت حتى خطابنا وافعالنا وانماط علاقاتنا مع الاخرين من المختلفين عنا على المستوى الروحي اذا صح التسمية او المستوى الفكري او المستوى الانساني بالتالي فقط اقول شيء هذا الذي ساطرحه لن يكون ضمن باب النقد السياسي انما من باب التحليل الفكري والمعنوي والمفهومي ودلالات هذا على مستوى الوقي الجمعي كما اشرت والانساق الفكرية والذهنية التي نسير عليها دون ان نشعر غالبا بالتالي هذا الحديث لن يكون مناسبا او ملائما او قابل ان يستوعب من قبل شخص لديه تحيز سياسي او نزعه متعصلا للمقاومة والممانعة والنضال والكفاح وهذه الابارات باكمله هذا المكان لن يناسبه ولن يجد ما يروي غليله الكفاحي او النضالي او الجهادي فسيصاب بخيبة امل ولن يفهمنا على الاطلاق فلا انصح قليلي الاهتمام بالتعمق والتفكير فيما يجري لانه سيفهمنا بطريقة خاطئة وسيمارس الكلمات المشهورة انت خائن انت عميل انت كذا انت معا انت ضد فهذه الابارات القطيعية او العقائدية لن تسعفه في فهم ما سنتحدث عنه بالتالي قلت اقول ان هذا ما ساقوله خطير جدا ما يتعلق بهذه المفاهيم وان معرفة دلالات هذه الامور ستوضح لنا مكمل الخطورة في سلوكنا وافعالنا فهذا التناول سيقدم لنا حقيقة واقعنا الفكري وحقيقة حالتنا العقلية في ابعادها التكوينية كافة وسوف لن يكون حديثا عن مظاهرها الشكلية الخارجية وهي محط اهتمام الغالبية العظمى من المتابعات حول مواضعنا الشائكة دائما والتي لا تجد حلا لها على الاطلاق على العكس من جميع الدول العالم اي انني ساتحدث عن اسس واساس البناء والعقل الموجود لدينا وليس جدرانه وطوابقه وزخارفه والعاملين فيه وصراعاتهم وخلافاتهم وامزجتهم حديثي سيكون عن سيستم التفكير اكره والذي يجب ان نفطن اليه ثم نفعل بعد ذلك كما نشاء ونتحيز ونختلف ونخون ويعني نثق بنظراءنا واندادنا بالبداية اتحدث عن ان اختيار رئيسي كان هو جزء من فضع لخرافة ردع ايران لاسرائيل يوم 7 اكتوبر كما نعرف جرى بتغطية ايرانية او بتدريب ايراني او بتعاون ايراني بطريقة او باخرى جرى تدمير سياسة الردع الاسرائيلية لمدى طويل من الزمن السابق كانت هناك سياسة ردع اسرائيلية خاصة بها تقوم على مبادئ ما انا لستو خبيرا في هالمساء لكن واضح انه سياسة الردع الاسرائيلية ضد الدول المحيطة بها وضد الاعداء اسرائيل وهؤلاء كان هناك استراتيجية خاصة بالتعامل معهم هذه استراتيجية يوم 7 اكتوبر تم القضاء عليها نهائيا واثبتت فشلها الذريع فكان هناك نوع من نشوة بالانتصار والاحساس بان فيلق المقاومة والمدعوم جماهريا على المستوى العربي والاسلامي كافة وهذا الشيء لا ينكر بغض النظر عن اراء السياسيين والقادة السياسيين كان هناك تحشيد معنوي هائل ينتصر لهذا اليوم وانا كنت من الناس الذين استنكروا هذا الامر لانه ستكون له عواقب وخيمة وكان هو نوع من التصرف التصرف اولا لا اخلاقي على مستويات على مستوى ما فعلوه يعني ما عدا ضرب القطاعات العسكرية وايضا على مستوى استراتيجي وعلى مستوى فهم الواقع وعلاقتنا مع العالم والآخرين فكان واقع اثبت يعني الفئل اثبت صحيح مكانية ايضاء الآخرين لكنه اثبت اشياء اخرى اخطر بكثير وفضحت واقعنا وكانت قاتمة الامور في رأيي هي حادثة قصف القنصر الإيرانية في دمشق وكانت هاي العملية هي نتيجة سياسة ردع اسرائيلية قامت بها اسرائيل بعد يوم 7 اكتوبر وهذه السياسة اثبتت كما نرى نجاحها رغم كل التشويش عليها من الاخترافين لكنها سياسة كما يبدو ناجحة وافلحت في تحجيم الميليشيات على اختلافها يعني الان لم يعد هناك شيء اسمه غزة هناك معارك ومناوشات لكنها انتهت يعني الكل يعرف انه المسألة انتهت تماما وهذا قلناه من اليوم الاول ان اسرائيل لن تبقي شيئا في غزة وهذا حل انت جيرانك طب عليك لبيتك وتدمر كل شيء عندك فمستحيل تقبل بوجود هذا الشخص جوارك سواء كنت انت ابن عوادم ابن حلال ابن ابن الذينة او ابن كذا وكذا فمهما يكون يعني سواء مهما كانت تقييمنا الاخلاقي للطرفين المتنازعين ومن يعقف معهما فالنتيجة النهائية انهما لن يكون في جوار بعضهما البعض هذه مسألة كان ينبغي على اي ذهن عقلية بسيطة ان يفهمها ويحسب حسابه قبل ان يفعل ما يفعل الذي تبين بعد سياسة الردع الاسرائيلية جديدة كانت من ابعادها ضرب كل اقطاب المقاومة سواء او قياداتها خاصة في قيادات حزب الله وايضا مواقع التابعة لايران في سوريا وايضا ضرب مواقع في ميليشيات العراقية لكن كانت هناك تغطية او منع من دخول اسرائيل في المنطقة العراقية الا ربما حدث هذا لكن لا نعرف لكن لم تكن بالشكل كافي لان الامر الاراق بلد يقع ظن الهيمنة الامريكية الكاملة ولا يمكن ان تخترقه اسرائيل بطريقة التي تشأها وهذا الامر حدث واضحا جليا بانه مئات من انصار حزب الله او قيادات ليس انصار قيادات حزب الله ومخازن الاسلحة كان عملية قتل شبه يومية لهذه القيادات دون ان يواجهوا بردود افعال حقيقية لم يسقط قتل بين الاسرائيليين لكن مجرد خسائر مادية في الغالب مقابل 300 او اكثر من القيادات الاساسية لحزب الله فتخيلوا حجم الانتصار حجم هذه المقاومة فبالتالي راح يأدي بنا ان نعيد التفكير ونفهم ما يجري ونصفه بما عليه وانبه او كرر الكلام لا يتعلق بانا مع المقاومة او ضدها الكلام لهو العلاقة بنمط تفكيرنا كعرب وكمسلمين او كشرقيين من ابناء هذه الارض ونحاول ان نفهم ما يجري ونحاول ان نشير الى حقيقة ما نحن عليه ذهنيا وفكريا وعمليا اختيار رئيسي او سقوط طائرة رئيسي هي كانت خاتمة الردع الخاتمة التي اثبتت ان الردع الاسرائيلي ردع الناجح وكان هناك ايضا حادثة قابلها شيء بشيء يذكر عندما تم استذكار يوم اعتقد في كانون ثاني او جنيوري في حادثة استذكار مقتل او اختيال ايضا سريماني ايضا حدث الشيء نفسه وواضح انه هناك ايدي مخابراتية اسرائيلية بدأت تتشتغل داخل ايران وتعمل على اثارة الكثير من العلاقة داخل ايران فكل هاي الامور توضح انه بان سياسة الردع الاسرائيلية بدأت شبه مفتوحة كأنما لم تعود هناك خطوط اشتباك كبيرة وكان بالامكان ان تستمر الامور الى نهاياتها القصوى وهي الحرب المؤلنة الكاملة بين ايران واسرائيل وشعوب المنطقة ايضا طبعا لو لا ان بايدن كانت لديه شات نظر اخرى وستر الجميع كما يعني غير مشكور على هذا الفعل لكنه ستر الجميع واوقف العدوان الاسرائيلي المستمر والذي او الوحش الاسرائيلي المستمر الذي حاصره الجميع يعني تشتري السويلة يعني هو وحش انت مثل قطة وحاصرها يعني بالتأكيد عليك ان تدفع ثمن ما تفعل هو يقولك انت تحاصر لمجميجات ما عندي حل معاك يعني لا اتفاهم ولا يمكن ان اعطيك فرصة او شعرة من الفرص فهذا الشيء اللي احنا نفهمه لكن نتغافل عنه ولا نريد ان ندركه وهذا لا يدفعنا لان نفكر بطريقة صحيحة وسأقول لماذا قلت ان سياسة الرجع الاسرائيلية جديدة من عمليات قصف مستمرة شبه يومية واختيال قادة ايرانيين قادة اراقيين متحالفين مع ايران ايضا قادة ايرانيين او من حزب الله ومن الميليشيات الاراقية هذا فضحت هاي الاستراتيجية موقفنا الحقيقة وقدرتنا على الردع المقابل قدرتنا على ان نكون شعوبا مخيفة للاخرين وتجعل الاخرين يترددون كثيرا في التعرض لنا وبانى بالتالي عجز الجميع قاطبة من الدول العربية والاسلامية وخاصة مقدمة ايران التي تقول محور المقاومة بانى عجزهم الكامل عن المواجهة وخشتهم الكبيرة من هذه المواجهة طبعا سيزعل المتحيزون للجانب الايراني والجانب الشيعي يعني خلفيات الشيعية والمذهبية وحتى خلفيات الاخوانية سيزعلون من هذه الحقيقة لكنها حقيقة لا نستطيع ان نغفل عنها وهو يكشف الضعف الضعف الفكري والاستراتيجي والذهني لدينا الذي يجعلنا لا نتقبل الحقائق ولا نعمل ولا نفتتع مشاريع او نضع استراتيجيات لمعالجة هذه المشاكل بل بالعكس نقوم بما هو اسوأ اي نتقوقع ونتلفلف على بعضنا ولا نريد ان نكتشف الحقيقة ولن نمارس السلوك القديم نفسه بدون اي مراجعة وهنا سأوضح المسألة الاساسية الخطيرة التي اريد الاشار عليها هذا ان مفهوم المقاومة بحد ذاته يعني العجز والانهزام هذا الموجود لدينا جميعا وخاصة الهيادات هذا العجز هو نابأ من مفهوم المقاومة بحد ذاته ومفهوم الممانع نفسه ماذا اقصد بهذا شعار الممانع عندما تقول انا امانع وانا اقاوم هذا شعار انهزامي بالكامل فهو يؤكد بظن العجز للقوة يؤكد بانك في حالة مقاومة وفي حالة الدفاع وهذا يعني والممانعة بالتالي يعني ان الطرف الاخر هو اقوى منك انت تعترف بان الاخر هو اقوى منك وكل ما تفعله هو انك لا تريد ان تصل الى مستواه ولا تريد ان تحاول ان ترتقي الى مستواه فماذا تفعل تقاوم وتمانع فقط اي انك كأنما قوة او يعني قوة معارضة موجودة داخل دولة عملاقة مثلا فانت تتصور نفسك بهذا الطريق ان هذه القوة الكبيرة او السلطة الكبيرة هذا التعبير الادق هذا السلطة ليس امامك ازاءها الا ان تقاومها وتمانعها وتحاول ان يعني عمليات كر وفر ازعاجها بطريقة وباخرى هذا المشروع ايضا فشل وعشرات المرات فشل لكنك مصر على ان تتبنى شعار من هذا النوع المقاومة والممانعة يعني القوة الثورية بيام القومية وايام عبد الناصر وصدام عسين القوة الثورية والعروبة وما الى ذلك وهي مصطلحات فارغة ايضا تشهي بانها لا تنطوي على شيء حقيقي ولا تؤسس لمشروع حقيقي المشروع الايراني كان هو الوحيد المشروع شبه الناجح المشروع التركي مشروع ناجح عنده استراتيجية واضحة وهناك خطة مستقبلية الايرانيين اشتغلوا بطريقة ذكية جدا بل وعبقرية واستطاعوا اختراق عديد من الدول واصبحت دول اربع دول تقريبا تابعة لهم وتأتمر بامرهم يعني شعوبا ودولا فبالتالي هذا الامر يعني الاراق الان هو ضيعة تابعة ليران ولبنان وسوريا انا الان لست في صدد تقييم هاي المسألة استنكارها او لا اكرر لانه اكيد احنا كثيرون من اننا مستقطبون بهذا الاتجاه فاكرر وعدروني الاتكرار لانه الاستقطاب وعملية الاستقطاب المستمرة وتوزيع الادوار وهذا عدو وهذا صديق وهذا خائن وهذا عميل وهذا فاسق وهذا مدلس هذه موجودة لانه هناك عشرات بالمئات المواقع والاجهزة او وسائل التواصل والفضائيات تبثوا هذا الخطاب باستمرار بحيث صعب نطلع من هيمنت علينا في الحقيقة شعار المقاومة والممانعة لا ترفأه دول دول حديثة بمعنى الكلمة لانه ما معنى ان ترفع شعار مقاومة والاست دولة دولة متمكنة دولة كبيرة عظيمة مثل ايران فهذه الدولة يجب ان تكون حديثة بكل ابعاد الدول يعني كل مواصفات الدول الحديثة فانت تكون دولة وبعد ذلك تجد داخل الدولة هناك منظمة مثل باسيج او الحرس الثوري لماذا حرس ثورة انت عندك ثورة يعني عندك دولة ليس وليس ثورة وليس ثورة اسلامية لماذا عندك ثورة اسلامية انت عندك شعب وعدك عرض وعدك سيادة وهذه المفاهيم التي التي ترسخت لم يعد الآن ممكن التجاوز عليه لكن ما تفعلونه بالحقيقة هو التجاوز لهذه المفاهيم الاساسية المفهوم الاساسي ان يكون لديك شعب متماسك لديك مجتمع متماسك الى حد ممتاز وتجري عمليات تطوير هذا التماسك داخل الجماعة لكنكم ماذا تفعلون تأخذون الدولة تعتبرونها طريدة او غنيمة تم الاستيلاء عليها بالطريقة نفسها اللي حدثت بيام الفتوحات الاسلامية بالطريقة نفسها الجوش التي بعتها عمر وابو بكر الى الاراق والشام وايران ومصر بالطريقة نفسها استولوا على هاي المناطق والآن الذي يحصل هو نفس هذا لا يعني مو منفوم انه استنكار هؤلاء فعلوا اولاء لا هذا يعني انه نالك نمط من التفكير لا نستطيع التخلي عنه وحتى عندما هو واحد يواجهك لك انت ضد المقاومة وضد الممانعة انا لست ضد المقاومة والممانعة يا اخي انا اقول لك انه هذا النمط من التفكير لا يبني دولا ولا يبني اوطانا ولا يبني شعبا ولا يبني سلاما وهذا اخطر ما يكون ولا يبني نجاحا ولا يبني مستقبلا هذا التفكير خطأ الدول لا تفكر بطريقة المقاومة والممانعة ولا تشكل محاور ممانعة ومقاومة لا الدول لديها استراتيجية يقول نحن دولة لدينا شعب هذا الشعب احنا نرائي مصالحه ونعمل من اجله وبالتالي نحن لا نريد ان نرهب مجتمعنا باسم المقاومة والممانعة لا نريد ان نكتم الافواه باسم المقاومة والممانعة انا عندما اطرح رأيي ويقول ان ما فعلته حماس يستحق الادانة ولاننا لم ندنها الكل بات يدفع الثمن اسرائيل تأتي وتضربك متى ما تشاء تقول لكم انكم جميعا واحد انكم لم تدينوا حماس بغض النظر عن انكم خائفين من الادانة وربما تؤثر عليكم اجتمائيا سياسيا اقتصاديا وتبا لكنكم واحد انا اتعامل معكم ومهما فعلنا معكم انتم تكرهوننا من جعلهم يصلون لهذه النتيجة انت اذا كان العدو وحشا انت جعلته ليس وحشا تنينا مستعدا لان يبيد الامم بكامل فانت الذي جعلته يصل لهذه المرحلة لماذا؟ لانك لا تفكر بعقل دولة وبنظام دولة البعض كثيرون يتحدثون انه ايران دولة مؤسسات ومنضبط هذا كله هواء في شبك يعني صحيح دولة مؤسسات وهذا صحيح لكننا لا نرى الصورة ككل هناك مرشد اعلى هذا المرشد الاعلى هو الرب الاكبر هو الذي لا يرد له امر ولا يناقش ولا يجادل هذا النمط ناجح في الاصور القديمة الان لا ينجح لا يصنع مجتمعا يصنع جماعات وجماعات مضغوط عليها مخموعة لا تستطيع ان تتنفس لا تستطيع ان تعبر عن اراءها لا تستطيع ان تعمل وتبدع وتفتكر هذا الشيء الذي ويقول لك لا رجال الدين والخطاب الديني يقول لك ما عندنا مشكلة احنا المهم عندنا الجماعة المهم عندنا واحدة الكلمة واحدة الصف واحدة الساحات هاي الاسماء كلها يتم اشتقاقها وانتاتها من الاساس المريض نفسه والاساس الهش نفسه انت عندك فكرة اساسية هاي كل هذه هي تطلع من اتا هذه المظاهر فبالتالي انت هناك ارهاب اعلامي ارهاب فكري ارهاب جسدي ارهاب على مستوى النساء ارهاب على مستوى الاطفال ارهاب لجميع غسل دماغ يومي لجميع باسم المقاومة الممنعة واسم الجهاد وليس باسم الشعب وليس باسم المستقبل وليس باسم النجاح وليس باسم السلام لا باسم الجهاد دائما شعارات طويلة عريضة كلها شعارات عنيفة محرضة لا تحرض على الكراهية فقط لا تحرض على ان يكون الانسان باكمل عبارة عن آلة حرب متنقلة ومستمرة اينما وضعته في اي لحظة هو ينتظر اي اشارة ليتحول الى قنبلة موقوتة او سلاح يستخدم ضد الاخرين وضد الاخرين بطريقة ايضا طريقة اصاباتية ميليشياوية ومن الذي وضعنا في هذا الاطار الذهني هذا الذي يصنع اخونا بالتالي نحن طاقات معطلة طاقات مسحوقة طاقات خارج نظام الحياة الذي اتبعته جميع الامم هنا نكتشف الحقيقة المرة وهي ان القادة الذين يشرفون على كل هذه العمليات من معتهم خامنئي واتباعه مثل حسن نصر الله وايضا القادة الاخرين مثل بن لادن البغدادي مثلا قادة الشوخ الكبار قرضاوي هؤلاء هم الذين يصنعون وعي الاخرين ويقودونهم والسيد قطب مثلا ايضا من الاسماء هذول هم الذين يشكلوا هذا الوعي وادى بالنتيجة الى ان يتم اخراس الجميع يتم ابادة العقلية وليس الابادة السكانية الابادة العقلية الابادة العقلية لشعوب باكملها باسم الممانعة والمقاومة والجهاد الممانعة امر كفكرة انه انت من حقك ان تقاوم الاخرين تقاوم القوى التي ترهبك او تحاول ان تهيمن عليك وتسيطر عليك ومن حقك ان تمانع ومن حقك ان تجاهد كالمعنى البسيط لهذه الافعال لكن مو معنى انها تصب باكملها في صالح منظومة يقولها رجل دين او رجل عقيدة مثل عبد الناصر او صدام حسين هذا الخطأ القاتل الخطأ القاتل ممكن تكون هذه مفاهيم اجرائية وليست مفاهيم تأسيسية التأسيس لا يتم عن طريق جهة تأسيس يتم عن طريق وجود دولة وجود شعب وجود صيادة وجود دستور اعلى من الجميع لا يوجد اعلى من الدستور ولا يجوز ان تضع فيه فقرة تنقض الدستور نفسه وتجعله يعني مجرد اوراق ومجرد كلمات ممكن الشطب عليها بأي لحظة تضع مثلا فقرة الاسلام مصدر اساسي للتشريع ما احترامنا للدين ما احترامنا الاسلام فانت لا يجوز ان تضع في دستورك ما يقتل هذا الدستور نفسه ينقضه فبالتالي اختار واحدة من اثنين مفاهدة ان تضع انت تكذب على نفسك تكذب على الاخرين او بالطريقة ما انت تحدث نوع من الطبقية او العنصرية العقائدية او تضع بين يعني ترجع للنموذج القديم هناك ولي امر وهناك رعية رعي ورعية اله وعبيد عبيد طائعين صاغرين كل طموحهم ان ينالون المغفرة فبالتالي هذه الطريقة التي يفكر بها رجال الدين والان السيد خامنئي هو بهذه الصورة ولا الومه على هذا الرجل يعني انا ما الومه ولا اقول ان مو مسألة نقد لكن هو هكذا نمط التفكير هذا النمط هو الذي يجب ان يتغير لانه قادنا لا ما نحن فيه الان قادنا انه رئيس دولة مالته يسقط بسبب ربما اختيال او لا حتى ذا ما كان اختيال اقول اختيال حادث ضمنا يعني الطائرة التي سقطت هي طائرة قديمة من قبل الثورة والدولة معاقبة وهم نفسهم يعني سقوطها بسبب قطع الاتصالات يخافون من الاعداء قدت ليش خافوا من الاعداء اصلا ليش هدك اعداء لماذا تخلقك اعداء ما الحاجة نرجع على مفهوم الردع الايراني حتى 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 وضح الصورة اكثر واللي انا ما اشفت احد تحدث بهذه الطريقة او عن مفهوم الردع ايران ايران بفعل هذه العقيدة العدوانية التي تكفر الاخرين واول يوم رفعوا الشعار قالوا امريكا الشيطان الاكبر هي فعلا شيطان اكبر واذا شيطان اكبر يعني عيشوا يا يعني شي تسوي له مادام شيطان اكبر يجب ان نخوض النبار ضده واول يوم قطعوا الالاقات مع اسرائيل ويعني كان قرار جميل وما زال لكنه انتصروا القضية الفلسطينية وهذا انتصار عظيم ويستحق الفخر لكن بعد ذلك انت بدأت تخيف الاخرين وتجعلهم يخططون ويتعمرون عليك انت الذي بدأت بهذه الفكرة كان ممكن ان تجي تلتهي بشعبك تتفرغ الى هذا الشعب العظيم الذي انتصر لك وثاره هو ثار يعني شعب ايران سوى ثورة ايرانية من اجل ماذا؟ من اجل ان يصدر ثورته؟ هذا المفهوم الغلط هذا التفكير الخطأ انت حتى ذكا عندك ثورة وتتنشر افكارها داخل بين الجميع اول مرة ابني بلدك اشتغل على بلدك لا تعدك ما شاء الله اثنين مليون كيلومتر ما مكفيتك يعني ما تشبعون يعني اثنين مليون كيلومتر مربع وثمانين مليون نسمة وهذا يمكن مئة مليون نسمة شو تريد بعد يعني هذا حكوم وامتلك السلطة وسلطان زمانك وانت شو تريد بعد التهي اشتغل بس ما يقدرون مثل صدام ما يقدر لازم يدخل بحرب لازم عنده اعداء ولا ما يقدر يشتغل او هو ما يعرف يشتغل اصلا هؤلاء يعني رجال الدين لا يجدون العمل هو عمل انه يثير مشكلات عمل ان يقول ان هناك كفار وهو لا هذا المنطق هذا حدود التفكير هذا الاطار الذي يفكر فيه فهي لا مصيبتنا وهو الاطار نفسه ليفكر بي من ينتصر لهذه القيادات او لهذه المداهب وهذه العقائد الدينية لا يفكر بشي اخر الآن مثلا عندما اتحدث الآن واحد من انتم من اتباع مثلا خامنة او اتباع حسن ناصر الله او من هوات الاخوان المسلمين او من اتباعهم لا يسمعني بهذا الطريق يسمعني بطريقة مختلفة تماما هو رئيسا مجرد يشوف واحد يتحدث بهذه الطريقة هذا الشخص عدو هذا الشخص مختلف فبالتالي يجب ان ننفضه نهائيا يجب ان لا ندخل في حوار معه بل ندينه ونحيده ونشوش عليه ونخونه ونشخصن الالاقة معه هذا هو العلة الاكبر التي هي التي انتشرت يعني او الفيروس الاخطر الذي انتشر بيننا واصبح طبيعة راسخة بيننا هذه القضية اللي اعدى فرد الايران كان تم التامر على ايران بطريقة اخرى وورطوهم في حرب مع صدام الغبي دخل بايران وبوقع ثمان سنوات احنا كلها ندفنا هذه العملية ادت الى ان يجتمع المجلس تشخيص مصلحة الاضاء للنظام في ايران وقال لك ان ما دام هؤلاء اخترقوا حدودنا وتآمروا علينا عن طريق صدام وايضا قبلها ايضا قاعدة حاولوا تحرشون بهم من جهة افغانستان قال لك خلاص احنا بدل ما ان تحصل الحرب على ارضنا وقبل ان يتم الاعتداء علينا فنشكل ميليشيات وبدأ مخطط انشاء الميليشيات يعني من الثمانينات سنة الثلاثمانين تفجير السفارة امريكية اعتقد في بيروت وبدأت هذه المخططات هم اول جماعة يعني هو اول جماعة يعني شنت عمليات انتحارية فبالتالي بدأت تشكل حزب الله ومع الوقت اصبح هو يعني حاكم الجميع في لبنان هذا البلد الجميل التحول انهار تماما هذا البلد من كان كان سويسرا الشرق كما يقول لا سويسرا صار ولا بطيق صار يعني يعني ما اعرف اي تسمية سيئة مع الاسف هذا البلد العظيم الشعب العظيم والسوريين هذه الشعوب العظيمة تم تضحية بها فقط من اجل ان يطمئن الرهبر او الحاكم او الدولة الايرانية اللي حاله ويطمئن بانه لا يستطيع احد اختراقه والتأمر عليه داخل ارضه وهذا اللي يفسرنا لماذا ايران داعش لم تستطيع اختراقها ولا ايضا اسرائيل بعدين بعدين تغير الموضوع عندما طب اختراق اسرائيل لان اسرائيل موضوعها مختلف لا امريكا حاولت تخترقها ولا محاولة يعني دعم جماعات معارضة لايران هذا ما موجود لماذا؟ لان ايران اختارت ان تلعب باوراق خارجية فانت تلعب داخل ارضي انا العب في اماكن اخر وأديك هذه السياسة كانت ناجحة مبدعيا ناجحة لكن الفضيحة وين الفضيحة انه ظهر ان هذا المشروع كان يبدو ناجح حتى يوم 7 اكتوبر 7 اكتوبر لغبط وخربط كل الاوراق اثبت بان الرجع الايراني الذي والذي دمر هذا البلدان دمر اليمن دمر العراق دمر سوريا دمر حتى ليبيا وهم عدوا مشاريعهم بدول اخرى كل هذا اثبت انهم لم يستطيعوا تحقيق هذا الرجع اسرائيل قالت ان كفى ما تفعلونه سيثبت بان ردعكم لا قيمة له وهم يعني انت تتناقش مع اسرائيل اللي تقولها اقول جبارة يعني معروفين هم يهود بعض يهود هم زعماء الفكر والعقل والتحليل وهم كلهم 15 مليون تلقاهم نصهم اقل واحد بهم ادى ماجستير ادى دكتوراه فانت ودكتوراه حقيقية مش يعني تروح الجامعة اللبنانية تطيقها بفلسين كنت لجوا مع جامعات ما احترام للجامعات اللبنانية لكن بعض الجامعات تروح تشتريها مثل العراق اشتروا آلاف الشهادات بطريقة وباخرى لكن لا لا فانت تجد تلعب اصعد ارتقي إلى مستواهم فكري وابني شعبك وابني مجتمع لا تبني جامعات وعد ذلك اكون افعل ما تشاء والآن بعد الفاصل راح يتحدث عن عن حرية الرأي لماذا كلما اتيحت اتيح المجال لشعوب ان تعبر عن رأيها وفكرها وحتى اعتراضاتها ونقدها مما كان نوعه وصرامته وتطرفه لماذا هذا النمط من الشعوب هو الناجح هو الذي ينتصر في المعارك ولماذا الشعوب التي تقمع ابناء بلدها هي التي المهزومة دائما بعد الفاصل كما قلت اصدقائي سياسة الرجع الايرانية اثبت اثبت فشلها واستطاعت اسرائيل ان تحترقهم عشرات المرات حاصة بسرقة الملف النووي وايضا قتل كبير العلماء في ايران هذه السياسة فشلت وكانت نتيجتها وخيمة على شعوب المنطقة والشعب الايراني اولا والشعب الاراقي والشعب السوري والشعب اللبناني او مشاريع الشعوبية والامنين ليست شعوب لحد الان لكن مشاريع الشعوب والدول وايضا الشعب اليمني وكل احنا دفعنا الثمن لهذا المشروع الجهادي الممانعي او المقاومي كما انصحت التسمية قلت بان لماذا مسألة فتح المجال لطرح الاراء وتداولها وانتقاد انتقاد يعني قوة العاملة او القوة الرأي العام داخل اي بلد هو العامل العامل قوة وليس عامل ضعف وسببه نرجع النفس الفكرة هو لاننا نحمل لان قادتنا يحملون مفاهيم انهزامية فعندما نتسال ما معنى مقاومة مجرد تحليل بسيط تحليل معرفي بسيط او ذهني او قيمي بسيط معنى انك تشعر بالهزيمة سلفا وانك فقط ستقاوم وهذا الوحدة المفهوم يشكل عار كبير على اي دولة واي بلد في العالم انتم شيء من الوعي هذا هو اللي يكشفها شاشة دولنا فان من يجعو للمقاومة والممانعة لا يجرك انه يتحدث بطريقة الوصاية الوصاية على الاخرين وان من يتبعه يجب ان يطيعه وان يسير على كلامه ولا نقاش ولا جدن وهذا اللي يحصل بالضبط في علاقة السلطة الايرانية مع شعبها وعلاقة حماس مع شعبها في غزة لحد الان لا نسمع رأي ابناء غزة الا ما ندروا بعضهم تم قتلهم وتصفيتهم لماذا؟ لانه نفس الفكر هذا لانه انت الان باسم المقاومة انت دمرت شعبك وجعلته الان ايران مخترقة بالطول والعرض بسبب انه انت اضطهد شعبك وعرضت الى قضايا يعني الناس جوعانه الناس جوعانه وشعب حديث ويريد يتصل بالعالم يعني الان اتصال بالعالم والانبهار بالعالم على عكس ما يشيعه رجال الدين وخاصة من قنيبي وغيره يجب ان لا ننبهر بالغرب لا يجب ان تنبهر بالعلم بالغرب تنبهر بالحداثة تنبهر بالتطور لان الانسان هو اصلا كيف يتطور البشر يتطورون بالانبهار بالاخرين انبهار بالمكتشفات والمخترعات الانسان يتعلم من الاخرين لهذا السبب الاخر ليس عدوا لك انما هو مجائلا لك او شريكا لك في الحياة وفي الوعي وفي الفكرة بالتالي انت صحيح عندك خصومة معه لكن لا بد ان تحدد حدود الخصومة معك الان تم تحديد كل الشيء كل الشيء تم ترتيبه وتدقيق فيه هذا هناك الدول هناك السيادة هناك حدود وهناك شركات هناك وزارات تقوم بالعمل كل شيء تم بأجراء الترتيبه والصراع بين هذه المؤسسات يتم على هذا الاساس هناك حدود هناك قانون دولي يحكم الجميع هناك قانون محلي هناك دستور كل شيء موضوع في مكانه الصحيح لا يأتي شخص يقنك انا الوصي وانا الولي الفقه وانا الحاكم وانا خليبة رسول الله ولا حق لكم بنقاشي الامور ليست هكذا هذا الامور مضى وانتهى تماما ولا يأتي شخص يقول لماذا تتحدث لماذا تفكر لماذا تعترض لماذا تنتقد هذا موضوع خارج النقاش لا يمكن ان تتحدث لماذا ومن العار والعيب العار والشنار لشخص يقول لك لماذا تفكر ويضع لك تعليقات هذا شخص جزء من قطيع هذا شخص عمى يجب ان تتم تتم معالجته معالجته ذهنيا وكحوليا او ادمانيا انا كما قلت في حلقة محلقات يجب ان نفتح مصحات للعلاج الاذمان الديني والثمل حالات الثمل الدينية او القومية او المقاومية او الثورية التي اصابتنا شوفوا لي ذكرون ايام المقاومات المقاومة المسلحة الطين المقاومة المسلحة واحدة نجحت لماذا لانه المفهوم في جوهره هو مفهوم انهزامي مفهوم ليس فيه اي ابعاد لحلول يعني المقاومة ليست تحلن احنا نعتقد المقاومة هي الحالة يقول لك لا كل الشعوب انتصرت وفازت والشعوب التي ثارت وقاومت هي التي ناجحها مهما كان الثمن ويقول لك هاي الجزائر مليونين ماتوا ايه الجزائر الان شون يعني يعني سالان وين وصلوا للقمر يعني لو العراق اللي ثورة ثمانية وخمسين ثورة ثمانية وستين هي القلابات وثورة ثمانية وخمسين في مصر ما الذي حدث ما الذي حدث انت تسوي ثورة هاي ثورة والمقاومة ومقاومة اسرائيل مقاومة الكفرة مقاومة العملاء يعني حماية الترسين جبهة الداخلية هاي كلها كلام فاضي كلام فاضي وهدفه الوحيد هو التسلط والقهر وهو مثل يعني جمال عبد الناصر ما يختلف عن خامنة ما يختلف عن حسن ناصر ما يختلفون نفس الشي نفس المستوى واثنين هم صادرين من الطبقة الشعبية رجل الدين ويصعد أو ينزل يعني يعني بالنسبة لرجل الدين هو رجل شعبوي يعني هو شخص ابن شارع مو ابن شارع هو سيد شارع يعني حاكم شارع هو هذا مستوى رجل الدين ليس مستوى رجل سياسة ومعرفة وعلم وإدارة لا هو مستوى شيخ قبيل لكن على بدرجة أرقى لأنه يتسيد ويشيخ على عدد كبير من القبال هذا مستوى أيضاً هو بالنتيجة النهاية هو ابن شارع وما احترامنا للشارع يعني معنى ابن مستوى فكري ومعرفي بسيط هذا اللي قصده يعني فبالتالي لا غير مؤهل لأن يقود بلداناً لأنه سيقودها كما ترم هذه النتاج مثل صدام حسين عبد الناصر يعني وغيرهم كل القادة وحتى الرجال الدين هم بالعكس بعد أسوأ من فأيجي واحد يقول لي عبد الناصر علماني شون علمانية يعني هو عدا علماني شون علاقتنا هو الشعب والجمهور ونمط التفكير ما لا علاقة بالعلمانية ما لا علاقة بالحداثة فأنت عدمت التهمة بأنه علماني كأنما يعني أنما أنت وصنته وصمة عار وكأنما أنت صح هو أنت كل غلط من بدايتك إلى نهايتك وهذا الغلط موجود يعني مو أنا أفترض أو أن أتأمك هو الغلط موجود رئيسي هذا رئيس صح وقبل أيضاً هو نفسه نفسه يعني الاختراقات من جميع الجهات فتطيني دولة واحدة تعرضت اختراقات من هذا النوع تطيني دولة واحدة لا يوجد تصير مرة هنا هنا توقع طيارة ولكن ليس بهذه الطريقة وعليه فإنما نتحدث عن المقاومة والممانعة والتصدي للعدو الإسرائيلي أنا تركني من العدو الإسرائيلي وهو عدو عدو اتفاقنا أنا لا أختلف إليك لكن أنا الآن أنت قل لي أنت تحدث أنت تحدث بطريقة وصاية بطريقة إلغاء الآخر أنت الآخر العدو تستنكر لا بس لكنك في الوقت نفسي تلغي الشعب تلغي الناس تلغي من أنت تدعي حمايتهم وهذا اللي حصل عملياً في غزم هذا اللي حصل عملياً مع صدام هسين الذي ألغى الشعب بالكامل وورط في حروب لا نهاية لها وهذا اللي حصل فعلاً في سوريا وهذا اللي حصل فعلاً في أفغانستان وهذا اللي حصل فعلاً في إيران إلغاء الشعب يعني يبدو الشعار ومو إلغاء الآخر ليس المحاربة الآخر وممانعة الآخر أو الدولة العظمى المالقة الشيطان الأكبر لا أنت بالنسبة لك حتى الموجود في الداخل هو الشيطان أي أنك أعلى من الجميع الجميع يجب أن يكونوا خاضعون لك وأنت الوصيل أوحد عليهم هذا المفهوم هو مفهوم المقاومة يطلع بالنتيجة هذا المفهوم هو مفهوم شخصي وليس مفهوم يبني دولة مفهوم المقاومة والثورة لا يبني دولة ولا يبني مجتمع ويبني جماعات يبني ميليشيات يؤسس هذا يعني مجرد أن فقط نتمع عن هذه المسألة نعتقد سنجد الكثير عندما يتمع عن في هذا المفهوم وأبعاده بتجرد بدون هاي الحماس الثوري الطريقة الحماسية أو هاي النزعة الحماسية المتأصلة فينا كشعوب وهي نزعة أعتقد تستحق الدراسة وذائما نقول هاي النزعة الحماسية أو النمط الحماسي هو نوعا ما الاعلاقة المفهوم العصبية عد ابن خلدون بل المفهوم العصبية لا ينطبق علينا حاليا مثل ما ينطبق مفهوم الحماسية وعليه فأقول أن ما نحن في هاي الحماسية هي النتيجة من نتائج التفكير الديني الوخيمة وكما قلت هناك من سيعترض ويقول أنت خائن عميل مدلس لديك أجندة طبعا أنا حلوة كلمة عندي أجندة كأنما ماكواحد عندي أجندة أنا أدي مواعيد أو أدي أشياء ما مشكلة أو أنت أنا عندي أجندة طبعا عندي أجندة أنه أفهمك أنه علمك ما هي الحقيقة التي أنت عليها تتفتهم مفته ما تتفتهم مجابرك بس عندي حق أن أقول وأطرح رأي تتمنعني لي الشيء من تكون لا أنت ولا من تمثله فبالتالي يجب أن نعرف حدودنا ويجب أن نحود أفكارنا هذا الشيء أريد أن أقول طبعا أختم وقول المقاومة مشروع وحق وحق طبعا ليس هذا ممسألة قلت أن يعني فكرة المقاومة لكن لا أن تصبح هي العنوان لا فكرة الجهات لا يمكن أن يكون الجهات فريضة فريضة ضد من فريضة ضد الجميع وما دام هو ليس معك فهذه الطريقة البدائية بالتفكير طريقة يعني توتالي فأنت بعدك يعني ما تريد تطور ما تريد تفكر بطريقة أخرى تنظر للعالم ليش هذه النظرة المحدودة الضيقة القاتلة التي قتلت بها نفسك ودمرت بها طاقاتك وجرفت جرفت الجميع معك في هذا المسار الذي مليون شيء مليون يعني مليون حدث ومليون دليل يثبت بأنك على خطأ فمن يعترض عليه يقول بالعكس أنت من تعترض عليه وتخونني وتقول أنت أنت تستحق أن أشكرك لأنك تثبت صحة كلامي تثبت بأنك واحد من ضحايا هذا التفكير المريض أنت الذي تردد شعارات المقاومة فبالتالي كل ما تقوله هو تعبير عن إحساسك العميق بالعجز وهو ما يجعلك تشعر بالغلب وتشعر بأنك أن هناك من يعترض طريق الشهوة الذي يقودك يعني مثل واحد عاشق امرأة ويأتي من يقول له لا تركك هذا سيء أو لا تنفعك وهذه أتى مشاكل وستؤدي بك إلى هذا وكذا فبالتأكيد تكره هذا لماذا تمنعني يعني فهو عملية نوع من الأورغازم فممكن علماء النفسي يدرسوها يعني الخلاصة مشروع المقاومة مشروع الهزامي من اسمه وهذا أيضا على الصعيد نفسي يفسر الرغبة بالانتحار والمجانية والمجانية في الانتحار يعني شفت اليوم خطاب هذا يسمه هنية في تشريع الرئيسي قال هذا تأكيد على النصر ونحن نماظون على المقاومة ولا نتراجع ولا خيار لنا إلا تحرير فلسطين بالكامل وهذا خيار وحيد ولا يمكن نقاش فيه ونحن نسائرون وهذا النصر سيتحقق نفس الكلام هل هذا هو مشروع؟ هل هذا مشروع؟ نفس الكلام نرجع له هذا تفكير انتحاري تفكير كسول يعني لا يريد ان يفكر بعمق يريد فقط ان تحقق له ما يجتهي تفكير فيه ابن الطفولة ما فيه انا دي حرر الارض وكذا وبعدين اوكي هذا مشروع هو هذا؟ هذا اللي يثبت بانهما عندما يصلوا للسلطة يعني ينفضحون يعني هسا هذا ايران وصلوا للسلطة سووا ثورة كما يقولون ووصلوا للسلطة وبعدين استمروا بالمعلكة ووصل دام ووصل للسلطة واستمروا عبد الناصر مات بنفس الطريقة الى ان اجساداته ووقف قاركافي وراحي نحن حزب الله حزب الله شنو مستقبل حزب الله يعني قايدين ملايين من البشر الشيعة وذولاك السنة ايضا الاخوان قايدين ملايين من البشر عشرات الملايين تتبع هؤلاء الى اين؟ نفكروا الى اين؟ انت تتقودني في مشروع ما هي نتائجها المشروع ما هو مستقبله فالتفكير العملي هو هذا تفكير يعني يسمونه بالدين المصلحة ما نفكر تفكير المصلحة هذا النمط من التفكير موجود في الدرك الاسفل من علوم الدين واركان الدين واسس الدين بالتالي هذا المشروع المقاوم والمانعة مع الاسم مع احترامي مع احترامي الاخلاصة مع احترامي قناعت بهذا المسألة اقول لهذا مشروع الهزامي مشروع تنفذه ارادات مريضة وبالتالي تولد شعوب مريضة تعاني بالضبط ما اسميه اللاوعي الجمع المريضة يعني احنا شعوب مريضة مريضة جمعيا مريضة بطريقة جمعية وهذا اللي جسد اشخاص مثل البغدادي جسد اشخاص مثل السنوار هنية خامنئي نصر الله سيد قطب عشرات الاسمات يدعون تعددون المعروفة هلا هم ليسوا يعني السنوار علماء لا الوم السنوار هو يقال مضروبه رأسه هذا موضوع اخر لكنه هو نتاج هذا المرض الذي يتم نشره وتوزيعه وانتاجه واعادة انتاجه علينا جميعا بسبب هاي المساجد موجودة في كل مكان التي اغلقت امامنا جميع ابواب المستقبل شكرا جزيلا واسف القالة واسمع ارائكم وعلى الرحب والسعان بالتأكيد هذا التفكير فيه ما فيه من الاخطاء فيه من هنات وما عنده مشكلة عيد النظر مجرد اطرحت وجهة نظر وأتمنى نشارك الاهتمام بها مع السلامة اشتركوا في القناة